وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعادة التدبير بالاعمال اليدوية اتأكد ان انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بينا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مساء الفضح ابنا نبدأ الفيديو كالحايدة احبا ارحب بكل اخوتي اللي انضموا جديد للقناة وصابولي كمان تعليقات باسمهم عشان اروح بيهم في الفيديو ده معانا يا سلوة من العراق شرفتيني ونورتيني يا سلمة يا سلوة واهلا بكل اهل العراق ومعايا كمان هيبا تيفي رفية من ايطاليا اهلا ونصلا اهلا بيك هيبا بكل اهل ايطاليا عارفيني واناتنا مبسوطة جدا اننا القناة بتاعت الحمد لله ولله الحمد بفضل يرجع لربنا وليكم ان القناة بتاعت تبتدت تظهر في دول كمان برا مصر شكرا شكرا لكم بجد وشكرا انا متابعيني كلية واهلا وسهلا بكل متابعيني في كل مكان النهار ده بقى يا بنات هنعمل عادة تدوير المفرش المفرش ده انا جبته كمان جبته جديد وللأسف الموست كده لقيت فيه زي كده اطعة كأنها بالمشرة كده او بالموست فانا طبعا لو حطيته على الترابيزة واكلنا عليه لو حاجة وقت مثلا زي شربة او ميا او حاجة ممكن هي ببهد الترابيزة او الحاجة اللي حكون تحت المفرش عامة تانياني تمام فحبيت ان انا اعمل له قاعدة تدوير وفيه متابعة هنا في القناة يا بنات كانت طلبة مني ان انا اعمل لها مريالة مطبخ بس على مشامة تمام انا ان شاء الله هعمل مريالة المطبخ بس بديكور رمضاني هنعملوه ان شاء الله قريب بس النهار ده حبيت انفس الفكرة على المشامة عشان خاطر متابعيتنا رحمة كانت طلبة ان انا اعمله زي ما قلتلكم على المشامة تمام المشامة ده طوله اه متر هو متر في متر ونص تمام اسمته نصين كده بالعرض خلاص لو انت عندك مفرش قديمة حابة نفس دي الفكرة او منها عادة تدوير للمفرش خلاص عندك متر زي ده تقدريت ايست بي عندك متر اللي هو عامل زي المصطرة ده تقدريت ايست بي انا عن نفسي ده الاسهل لي اللي هو عامل زي المصطرة لان انا هيخد المقاس وعمل ايه اخطت كده بالقلن عشان اه اعرف مقاساتي مقاسات مريال في المطبخ معينا عرضها هيكون 45 سنتي تكيزوا عرضها 45 سنتي طولها هيكون 65 سنتي تمام يعني عرض 45 في طول 65 هبدأ كده ااخد اه العرض بتاعي اللي هو 45 سنتي والطول اهو قصيته برضو 65 سنتي يعني اهو 45 في 65 سنتي هجبها بقى كده بالطول وابدأ ان انا اقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده اهو وبطبق بقى عندك اه تقدري بقى تعملي الخطوة دي او بايدي كده انا هعملها هنا بايدي كده هبصوا هيخد كده ايه علامة كده زي ما انتوا شايفين كاني بعمل نص دايرة كده اهو عشان دي الحردة بتاعت مريالة المطبخ بتاعي انا هعمل اه مريالة المطبخ بتاعت اللي على شكل رمضاني هعملها مختلفة اه في الدكوراب بتاعتها شوية يعني هنزينها بطريقة طبعا عشان تكون مختلفة عن دي دي بقى انا هجتلي فيها فكرة ان انا هستخدمها للمواعين لان انا وبخص المواعين بتغرق جدا فدي من وراء ومن قدام مش همه فهتمفاني جدا فغسطين المواعين وبصراحة طالع شكلها حلوة جدا في الاخر هتعجبكم ان شاء الله بعد ما خططت كده على المشمع بتاعنا حبدأ بقى سو اهو تقصتي وتلفي كده بيدك بالمقص على النص دايرة اللي انت عملتها والحردة اللي انت عملتها طبعا شريحنا اسمينها على اسمينها اتنين فالحردة جات ايه اهي من الناحية دي اهي كمان عندك مكنة عايزة تلف فيها على المكنة تمام لفيها عايزة تستخدمي مصدس الشمع استخدمي مصدس الشمع على النهاردة هستخدم معيكم مصدس الشمع عشان هو متاح عند الكل تمام اه بس تخلي بالك ان الماتيريال بتاعت المشمع مهما كان سئيل برضو ما يتستحملش المصدس وهو سخت تمام هلف بقى الفرانشة بس تقابل ملف الفرانشة هعمل الروباطين اللي هربط منهم مريالة المطبخ وهعمل حتة اللي بتبقى عند الرقبة من فوق تمام كده وبعدين هنلف عليها الفرانشة اه بمصدس الشمع وهكفيه تكاية كده في الاخر هتعجبكم برضو طبع الفيديو الاخر اوه هتسيبوا الفيديو من دلوقتي بصوا انا جبت رباطين كده اهو احط كده بصوا ده الوش فانا بلزق فوق الوش خلي بالكو مش بلزق على الظهر فاهمين عشان نميجا لف الفرانشة الفرانشة هتتلفى عليها فتبقى محكمة اكتر وما تفوقش اهو الحتتين اللي من عند الحردة دي اهي حطينا فيهم حتتين قطعتين يعني واحط كمان واحد من هنا كده واحد من هنا اهو دي كتعة واحدة بس احطيت الطرفين جنبه بعد اهو زي ما انتو شايفين كده في الفيديو بعد كده اجيب الفرانشة بتاعتي ولفها على المريالة بتاعتي كلها تمام انا كنت هستخدم الفرانشة صفره بس لقيتها مش مناسبة لقيت البيضة مناسبة اكتر فبصراح حبيتها اكتر بالبيضة فانت اشتغلي على حسب المتوفر والمتحن عندك هفكرك ما تسخنيش المسدس للاخر قوي عشان ما يصيحش معيك المشام هنا حقصها بقى كده عشان مش هينفع لفها اه حوالين داير عشان انا عايزة هنا تجاه الفرانشة تكون من بر هنا اهو بعد ما خلاص لفت عليها الفرانشة كلها زي ما انت شايفين جبت بقى قطعة كده اه من بردو نفس المشامة تعايم وحلزقها هنا ملاقيت بصوا في يونكا كده من فوق بردو لقيت شكلها ايه التناصق كده بقى فيه تناصق ما بينهم فيش يونكا شايفين هاي مرسومة في المشامة تمام وانا على الحتة بردو انا قصتها دي اه فيها قلبين كده هو بحسن ان هما بصوا زي ما تكونوا ايه متركبين على بعض حطت زي ما انت شايفين الشمع من 3 اتجاهات بس وستبت اتجاه واحد عشان ده جيب مسلا حط فيه فوت التنشيف انا شف فيها ايدي او اي حاجة تمام وحلف عليها الفرانشا برضو حوالين ده اهو انا اول مرة بتشوفيني وشايف ان انا استحق الدعم منك يولا نزير سرع عمليلي اشتراك للقناة وفحلي الجرس عشان تستخدمي مني بكل جديد وعشان تنضموا لقصرتنا وعيتنا تكبر اكبر واكبر واكبر انا هنا خلاص كنت لفيت الفرانشا على الجيب كمان بصوا شكلها بقى حلو وقويس ازاي استنوا برضو الشكل الرمضاني هيعجبكم برضو بإذن الله وسيكون مختلف شوية عمدي اهو بصوا حاجة يعني حاجة سهلة جدا مكلفت كيش اي حاجة تقدر انت تنفذيها باي مشمع عندك بتاع ترابيزة حتى لو قديم مش محتاجية نفذي بي الفكرة دي انا الفاضل منه قطعة تانية هعمله برضو اه منه واحدة تانية كده صغيرة البنتي برضو عشان يبقوا لاتنين شكل بعض اهو بصوا شكلها حلو وقوي عجب انا بقى كده خلاص خلاص الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة اه اتمنى كل الاول مرة بيشوفني ينزل بصراعية اشترك لك منافع على الجرس وكمان يكتب لي رأيه في تعليق عشان عشان عارف اسمك ورح ابيكو في الفيديو اللي بعده متابعيني الحلوين اهو تنسوا تحطوا لي لايك كبير للفيديو شيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان يوصل لعدك كبير وللناس الناس تعرف قناتي وتعرفني وكمان متنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات ويرب كمان رحمة تكون متابعتنا تكون بتشوف الفيديو ده عشان الفيديو ده بناء على طلبها اشتركوا على خير الفيديو اللي جاي مع وصفة ديدة وفكرة ديدة واسترهم عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا سلام موسيقى